أجساد برزخية هي غير الأجساد التي سنحشر فيها يوم القيامة الأجساد التي سنحشر فيها يوم القيامة هي أجسادنا الأصلية التي تبقى طينتها مستديرة في قبورنا الفيزيائية في قبور أجسادنا والحديث هنا عن عالم البرزخي وعن قبور أرواحنا إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة الجنة تتعارفوا تعارفوا تساءلوا تتعارفوا تتساءلوا فإذا قدمت الروح على الأرواح بعد أن خضعت إلى المساءلة وبعد أن ذهبت إلى وادي السلام ومن هناك صدر التقسيم لها من إمام السلام هناك من دولة السلام قطعا لا يصدر التقسيم منه صلوات الله وسلامه عليه أعوانه من الملائكة أعوانه من المؤمنين الذين هم فاعلون في ذلك العالم الروايات تحدثنا عن أن الأشياع المخلصين فاعلون في البرزخ وفاعلون في الآخرة هم يتحركون في ساحات المحشر ينقذون من يستأهل الإنقاذ أولياء محمد وآل محمد والله الروايات تحدثتنا بذلك بنحو صريح وليس استنتاجات أنا لا أجد مجالا لأن أنقل لكم كل الأحاديث وكل الروايات أعود إلى الرواية التي قرأت جانبا منها حدثنا أبو بصير عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارفوا تساءلوا تتعارفوا تتساءلوا فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول يقول القائل منهم دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم هول المطلع وحشة القابر ضغطة القابر المسائلة دعوها دعوها افسحوا المجال لها دعوها تأخذ راحتها دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم ثم يسألونها بعد أن تأخذ راحتها ما فعل فلان وما فعل فلان الرواية تقول هذا نص الرواية ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوا تمنوا أن يلتحق بهم وإن قالت لهم قد هلك قد هلك قد مات فهم ما عندهم خبر عن ولا عندهم خبر عن أنه في القبور الجنانية فأين ذهب وإن قالت لهم قد هلك قالوا قد هوا هوا تلك الهوية التي تسمع الحيوانات صوتها وصداها مثل ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية ما جاء في حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن جبرايل ترجمة نانسي قنقر